أعربت مصر عن قلقها البال اغتكاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران وذلك إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر طرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتتال الكامل لقواعد القانون الدولي ومتاق الأمم المتحدة محذرة من عواقب التسعي رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها لافتة إلى أنها ستستمر في تكتيف اتصالتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر وتصعيد الجاري